السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي نشتري الفراخ المجمدة هل هي مفيدة وصحية ولا لا هل هي مضرة هل الفراخ المجمدة افضل ولا الفراخ الدازة افضل اسئلة كتيرة جدا هنجاب عليها ان شاء الله في فيديو النهاردة بس قبل ما بدأ الفيديو ما تنسوش لايك والاول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان نمساركوا كل جديد ان شاء الله في بعض الدول العربية وبعض الاماكن مش بيكون متوفر لغير الفراخ المجمدة وبالتالي ما فيش اختيارات تانية فيه ناس كمان بتشتري الفراخ المجمدة دي لما تكون محتاجة اوزان صغيرة يعني وزن كيلو كيلو 200 جرام كيلو 500 جرام بالكتير والاوزان دي بتكون متوفرة في الفراخ المجمدة وبالمناسبة وزن 1200 جرام ده هو وزن الفرخة صافي يعني ما فيش فيها احشاء ما فيش كبدة ما فيش قنصة ما فيش قلب ما فيش راس ما فيش رجول وهو وزن الفرخة كده 1200 جرام كمان في ظل بقى ارتفاع الاسعار وارتفاع اسعار الفراخ الحية بقت الفراخ المجمدة هي البديل الارخص والاوفر للفراخ الحية الفراخ اللي معنا دي فراخ اسمها سيارة ودي فراخ برازيلي مستوردة من البرازيل هنشوفها مع بعض وهنفتحها وهنعرف اذا كان الوضع كويس ولا لا ازاي نشتري فراخ مجمدة ونعرف ازاي از magnet كويسة ولا لا اول حاجة هنعرف احنا في سوبر ماركت وبعد كده بعد ما نراوح البيت هنفتحها وانا اعرف اذا كانت كويسة ولا لا طوحنا في سوبر ماركت انا اعمل ايه اول حاجة لازم تكون الفرخة عندي في حالة مجمدة تكون محفوظة في درجة حرارة مينس 18 في الفريزر يعني اعرف ازاي انها مجمدة لما اجي اتك عليها كده ولاقيها صلبة هي طبعا عندي بدأت تفك شوية انها مطلعها من التلاجة من فترة وانا بصور يبقى اول حاجة عندنا ان هي تكون مجمدة اشتريها مجمدة تاني حاجة انا مبص على تاريخ الصراحية بتاع الفرخة عندي اهوط الفرخة دي البردكشن بتاعها الانتاج في سنة 2022 شهر 9 والانتهاء في شهر 8 2023 احيان بتاعتها لسه اشغالة طيب الناس بقالب تشتري كميات كبيرة الناس تشتري بالكارتونة مثلا كارتونة فراخ مجمدة تخلي بالها ان هي تستهلك الفراخ قبل شهر 8 تارت حاجة ان الفراخ دي بتتعبق اندر فاكم يعني بيتم بسحب الهو منها يبقى المفروض ان الكيس ده يبقى لازق عندي على الفرخة الكيس ده معبق اندر فاكم يعني مفيش هوا الكيس يكون لازم بقاش مباها واكدها على الفرخة كمان وانا بشتري الفراخ المجمدة بتاكد ان الكيس بتاعها سليم تماما بص علي كده من كل اتجاهات وبتاكد عندي ان الكيس سليم تماما مفخوش اي قطعة واي خدوش لان لو الكيس مقطوع ومحفوظ في الفريزر حصلها حاجة اسمها حروق التجميد واحنا عملنا هنا في القناة فيديو كامل عن حروق التجميل هسيبركم ان شاء الله في شاشة النهاية وفي صندوق الوصف ايه كمان طبعا لازم تكون طبعا الفراخة اللي بتيجي ليه الدول الاسلامية بيكون مكتوب عليها كلمة حلال او مسبوح تفقى للشريعة الاسلامية كده عرفنا ازاي نشتري فراخة مجمدة واحنا في السوبر ماركت اي نوع ممكن نشتريه نبص على الحاجات دي ونتأكد ان هي سليمة بعد ما اشتريت الفراخة من السوبر ماركت سيبتها تفقى عشان انا دراحكم عليها طبعا انا عملت لكم قبل كده فيديو كامل في القناة عن الطريقة الصحيحة لتسويب وتفكيك اللحوم وطيور المجمدة هتلاقوا برضو ان شاء الله رابط بتاعها في صندوق الوصف في اسفل فيديو وفي شاشة النهاية الفراخة بتاعتنا لازم يكون لونها وردي فاتح مش ازرق ولا غامق كمان الملمس بتاعها بيكون خشن شوية او محبب ويدوب كده تكون مرتبة او مندية مش لازجة او ملزقة مفيش طبقة لازجة عليها يدوب هي ترطبة كده ومندية اما بالنسبة رحتها فالفراخة المستوردة وبتبقى رحتها زفرة وده بسبب التغذية بتاعتها وانهم بيأكلوها عليها طب نعمل ايه عشان تخلص من الزفارة دي اول حاجة طبعا بنقطع الجزء ده من الجناح الجزء ده والجزء ده احنا مش محتاجينهم خالص وكمان بيزفروننا الفرخة ويخلها زفرة فاحنا هنقطع الترطوفة دي من الجناح كمان هنغسلها كويس بالدقيق وهننقحها في مية وخل ولمون هنسيبها من قوعة شوية كويسين كده ولما نيجي بقى نسويها نحط لها التواب الملطيهات بتاعتها واتبقى كويسي جدا وطعمها يبقى حلو جدا ان شاء الله لو انا سبت الفرخة بتاعتي تفك ولقيتها سردت كمية كبيرة من المية وحجمها قل والجلد بتاعها كاش دي معناها ان هي كانت محقونا محلول ملحي ولما فكت المحلول ده خرج منها طبعا ده نوع من ان نارجش التجاري والفرخة دي مش كويسة الحقيقة الموضوع ده ما حصلش مع برند ده من الفرخة اللي هي سيارة دي وما سردتش مية خالص وكانت كويسة وتمام وصلنا الاخر واهم جزء في الحلقة هل الفراخ المستوردة مفيدة ولا ضرة الاجابة باختصار ان الفراخ المستوردة زي الفراخ الحية الفرق الوحيد هو التفريز يعني عندي الفراخ المستوردة دي كل مية جرام منها بيحتوي على 18 جرام بورتين وطبعا فيها دهون وفيها بيتامينات وفيها كل حاجة موجودة في الفراخ الحية الفرق ان كل ما طارت عندي فترة التفريز كل ما القيمة الغذائية بتقل الكلام ده عن الفراخ وعلى اللحوم وعلى الفاكهة على الخضار اي حاجة مفرزة كل ما كانت فترة تفريزها عندي وتخزينها اطول كل ما القيمة الغذائية بتاعتها بتقل المشكلة كلها مش في كده المشكلة ان الفرخة المستوردة دي على ما تيجي من المصدر بتاعها لحد ما توصلك انت كمستهلك ده رحلة طويلة جدا وبتاخد مراحل كتيرة المفترض ان اثناء الرحلة الطويلة دي كلها تكون الفرخة عندي في حالة مجمدة لو حصل ان الفرخة فكت ورجعت تجمد التاني دي مشكلة لو الموضوع ده حصل اكتر من مرة انها تفك وترجع تتجمد ده بيفكتها جزء كبير جدا من القيمة الغذائية بتاعتها وكمان بيخليها عرضة اكتر للفساد بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو بتاعي اتمنى ان شاء الله تكون استفدت منه لو استفدت منه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب شاركوا الفيديو مع اصحابك عشان يستفيدوا زي ما انت استفدتوا وبكده اكون ان شاء الله يجوبت على السؤال اللي جالي في احد الكومنتات وانتو كمان لو عندوكم اي استفسار سيبهولو في كومنت وان شاء الله يجاوب عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته